دعنا نبين جهد وزارة الداخلية يعني جسر كامل يتوقف ويوقف بسبب شخص واحد قاعد يمشي عكس السير عدل نواف نعم هذه أي ساعة كانت يلا نحط الفيديو حق الناس لو سمحت شيل صورنا خلنشوف الفيديو أريد الناس شوفهم شيل صورنا حط الفيديو كامل تقدر؟ أيوة شكرا أوقف على السرعة تقدر؟ هذه الداخلية هذا انتو عدل؟ نعم هذا عدات دولية هذا المخالف نواف هذا عكس السير بسرعة مئتين كيلو هذا سيارات قاعدة طوف طع الشبات كون قاعد يعبرها مئتين كيلو بالساعة نواف اوكي مشكور هذه سرعة الشرطة هذا شرعتكم هذا عداتكم نتم القبض عليه بنفس الوقت نحن نخوف المخالف نحن نوعي أولياء الأمور نوعي الناس الكبار والصغار كلهم المخالف سنمسك إن شاء الله في أول وتالي سنمسكه حتى اللي يقحص من خلال الواتساب الناس اللي يزن لمخالفاتهم وممارساتهم سيتم القبض عليه بس نرجع للسبب الرئيسي هل بعد ما يتم القبض عليه عقوبة رادعة؟ لا هذا مخالفته حين أكسسير إحنا زعلنا رضينا سميناها هي مخالفة مرور مخالفته ما ستزيد على 30 دينار 40 دينار شخص مثل هذا هدد الشارع كله يعني إذا أنت تمشي بسرعتك القانونية أمية وهو معاكس بسرعة 200 كم قوة الصدام راح يصبح شنو اللي خلى واحد بالليل أي ساعة هذا كان هذه بالليل بالليل يعني ما كان الفجر ترى بالليل بالليل يعني احتمالنا كون سيارات موجودة ويايا كانت طوفون وقاعد يمشي ضدهم نعم بسرعة 2 كيلو بالساعة نواف شي اللي خلى يسوي شي دي استهتار ما في خوف ماكو خوف لا ما في العقوبة هذه لو كان عليها السجن ستة شهور فوري هذه لو كانت مخالفتها ألف دينار ألفين دينار في وقتها يتم تحويلها للمحكمة إحنا الأمانة كإدار عام المرور يتم تحويلهم بشكل فوري إلى محكمة المرور صح مشكورين الأخوان بالقضاء قاعدين تعاونهم معنا ينظرون القضايا ولكن نحن قاعدين تكلم أنا خليني أخذلك إيها ببساطة أخوانا بدون المجلس تعاون حولينا نفس المواصفات نفس الطبايع نفس المشاكل نفس المخالفات نفس كل شي بيننا وبينهم رفعوا قيمة الإنسان عندهم كانت المخالفة عندهم خمسين دينار نفس ماي عندي رفعها على سبيل المثال بسعودية صارت مثل عشرية ألف ريال إذا تكررت أربعين ألف ريال ويتم مصادرة المركبة عن أمر محكمة في الإمارات خمسين ألف درهم في إعمان في البحرين في قطر الكل قاعد يحاول يحمي الناس المواطنين والمقيمين هذا المستطاع أنت عندك ممارسة خطأ يعني مثل ما كان يقول الأخوان القانونيين إذا كانت عقوبة المشاجرة دينار فراح تلقى المشاكل بكل مكان إذا كانت عقوبة السرقة عشد نانير بس عشد نانير فراح تصير السرقات في كل مكان يفلت الأمن لا تكون الكويت لا يكون الوضع عندنا أمان للمخالف أتمنى الكل ينتبه للموضوع هذا ونشدد على المخالف ما راح يخاف من القوانين الجديدة إلا المخالفين فقط